بنتكلم من مبارح عن زيارة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي إلى بيرلين بدعوة من المستشار الألماني أولاف تشولز لحضور حوار بيتلسبورغ حول المناخ الحياة أنه زيارات عدة لرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا لكن جاءت هذه الزيارة في توقيت هام جدا الحقيقة بما يحدث في العالم من أزمات سواء بنتكلم عن أزمات طاقة وأزمات غذاء والحديث المستمر والحديث الهام جدا عن تغير المناخ اللي يمكن ما بقاش فيه حد في العالم لا يعاني من التغيرات المناخية والتحديث عن التغيرات المناخية بقى حديث مهم جدا ورئيسي على كل طاولات الحوار لقاءات هامة جدا أجرها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي منذ وصوله إلى بيرلين فالتقى سيد رئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الألماني فرانك فالتر اشتنماير وأيضا التقى مع المستشار الألماني أولاف تشولز وكان هناك مؤتمر صحفي عقد بعد هذا اللقاء ورد سيد رئيس على الكثير من التساؤلات من الصحفيين في العديد من الملفات المهمة زي ما كنت بقول لحضراتكم الحديث عن أزمات طاقة وأزمات غذاء ويعني العديد من الأزمات اللي بيعاني منها العالم الحقيقة أن ألمانيا شريك هام جدا وشريك استراتيجي واقتصادي كبير لمصر بنكلم عن علاقات بتمتد لسبعين عامة بها الكثير من العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية والتوافق والتبادل للرؤى في العديد من القضايا كمان سيد رئيس حضر قمة بيترسبورج عن المناخ ويعني ده بيجي في قبل تحضير مصر كمان لاستضافة الكاب 27 في نوفمبر القادم ويعني اهتمام مصر الكبير بالتغيرات المناخية وما يحدث في العالم من تغيرات المناخية وكان كمان الحديث الرئيسي عن مسألة التزام الدول الصناعية بالوفاء بالتزامتها تجاه باقي الدول لأنها ببساطة هي الدول المسببة للتغيرات المناخية لقاءات عدة أهمة جدا أجرها سيد رئيس يعني هنتحدث عنها بالتفصيل وكل ما حدث فيها حينه في برلين يعني الحديث كان مستمر يمكن من الملف الطاقة وهو ملف هام جدا ينظر إليه العالم دلوقتي وحنا نتكلم عن أنه ألمانيا من الدول اللي بتتعرض لأزمة طاقة طبعا على إثر ما حدث من الأزمة الروسية الأوكرانية وكان حديث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عن أنه مصر مستعدة يعني أنها تشارك في التخفيف عن ألمانيا في مسألة الطاقة بكل ما تمتلك من يعني قدرات وإمكانات ودائما الحقيقة بنشوف سيد رئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن تعاون مشترك ما بينه وما بين الدول ومصر زي ما كنت بقول حضراتكم شريك استراتيجي هام جدا لألمانيا في الشرق الأوسط ويعني يمكن شوفنا النهاردة حديث سيد رئيس عن حقوق الإنسان وكان حديث هام جدا الحقيقة ويعني دعا سيد رئيس كل الصحفيين اللي كانوا بيسألوا عن حقوق الإنسان وما تحقق في مسألة حقوق الإنسان في مصر ببساطة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي قال لهم تعالوا مصر وشوفوا واسألوا الناس من غير ما نتدخل تماما إزاي حقوق الإنسان اتحققت في مصر ويمكن لما بنتكلم عن حقوق الإنسان بنتكلم عن حق الإنسان مش بس حقه في السياسة وحقه السياسي والحوار السياسي والحوار الوطني لكن أيضا حقه في أنه يعيش حياة كريمة ويمكن احنا شفنا أنه ده بقى بيتحقق بشكل كبير جدا وإحنا بنتكلم عن التعليم وحق الناس في التعليم وبنتكلم عن الصحة واللي اتحقق في الصحة يمكن عندنا مبادرات صحية من أول القضاء على فيروس 3 للاهتمام بصحة المرأة والطفل وشفنا إزاي بقى في المدارس في حملات كثيرة جدا إزاي نعالج الأطفال من السمنة والتقزم والنحافة والاهتمام حتى بالوجبات المدرسية اللي بتقدم للأطفال عشان نقدر نبني جيل قادر إنه يعيش حياة كريمة البيوت اللي لكان يعني هي حتى ما كانش فيها بيوت اللي اتبنت للناس في قرى ممكن حتى ما كانش فيها حياة بقت دلوقتي حياة طليق بالمواطن المصري إعادة تأهيل القرى دي مش بس سكن وطوب وبيوت لا إحنا بنتكلم في إعادة تأهيل البشر اللي جوه هذه القرى الحقيقة إنه الاهتمام بالإنسان شيء هام جدا في الجمهورية الجديدة الاهتمام بالإنسان وبكل اللي بيهم الإنسان شيء بقينا بنشوفه بيتحقق يعني جمهورية مصر الجديدة الحقيقة إنه كمان مش بس كده إحنا بقينا بنتكلم عن عدلة ثقافية بتتحقق وبنشوفها بقينا بنشوف مكاتب بتفتح في كل القرى اللي ما كانش فيها مكتبة وما كانش فيها دار للثقافة بقينا بنشوف حفلات لكبار النجوم موجودة في مراكز الشباب اللي تعاملت في هذه القرى فالحقق أنه يعني مسألة حقوق الإنسان سيد رئيس عبدالفتاح السيسي كان يعني فيها رده كان واضح على الصحفيين وهو تحدث عنها بالفعل قبل المؤتمر الصحفي وعن كل ما تحقق في مصر في مسألة حقوق الإنسان ويمكن كمان سيد رئيس قال أنه إحنا مش بنعمل ده عشان أنتوا تشوفوه إحنا بنعمل ده للناس في مصر وكمان سيد رئيس تحدث عن مسألة تغير المناخ وهي مسألة غاية في الأهمية الحقيقة وزي ما كنت بقول لحضراتكم مصر بتنظم القاب 27 في نوفمبر القادم في شرم الشيخ فالحديث يعني هام جدا عن مسألة التغيرات المناخية اللي أصبحت تمثل تهديد وجودي لكل الدول والمجتمعات على مستوى العالم يعني ما فيش مكان مش بيعاني من مسألة التغيرات المناخية ومسألة كمان أنه تأجيل تنفيذ الالتزامات والتعهدات اللي ليها علاقة بمسألة المناخ ده كان حديث هام جدا لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وألقى سيادته كلمة في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى في حوار بيترسبورج للمناخ وقال أنه كمان الأولوية خلال المرحلة اللي جاية هي تنفيذ اتفاق باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنيا لواقع فعلي يترجم في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لمسألة العمل المناخي الدولي